أيضا شغل إيجابي دفا خالكم بهذه الأجواء الإيجابية انطلقت حملة دفا للسنة الثالثة على التوالي هذه الحملة التي استطاعت أن تصل إلى كل مكان بسبب شفافيتها خصوصا وأنها لا تقبل المساعدات المالية وإنما فقط العينية اجتاحت ساحة الشهداء بطاقاتها المحبة لعمل الخير يعني في حد ما بتحمسي ساعد حمصت بسبب الشي اللي صار كتير حلو السنة الماضية والمساعدات اللي كانت عم تصير فحبت كون ضمن المتطوعين حاليا كل شباب وصبايا عم يشتغلوا مثل ما شايف خلية حتى لدرجة بطلنا عم نلحق نعب بالبيك أبيت قد ما عم يشتغلوا بالفرس سريع شفنا ولد متجمد شفنا حالات تستغربة بتقولي كيف منقبل على حالنا بأرضنا يصير هيك ونحنا هلقد عنا دفق وعنا شمس حلوة وعنا بالآخر ناس كلها خير ومساعدة فلو واحد جيب شي صغير هيدا الشي صغير بتراكم فوق كميات كبيرة ومنوصل انه نقدر نساعد الألاف والألاف هولتيب صاروا ضايق علي في أحق من يلبسهم في ناس ما عندهم نحنا اللي عندنا يهون في ناس كتير اشياء نقصين نحنا ما عندنا نجيبهم نحنا أهلا شيء أهلا شيء نجيب اللي نقدر عليهم وككل عام من لم يتمكنوا من إرسال تبرعاتهم قبل كان في تسعمية اليوم مواصلين على الأرض الصبح زيدوا لأنه في كثير أشخاص اجروا مثل ما كل مارسيني بيكون بيقطعوا على الطريق بيقولون أنه فينا نتطوع نحنا حبين زيدوا يمكن شي مية شيء حلو بليفرح القلب بيكبر القلب نكون كلتنا كشعب لبناني ايد وحدة بهدف معين شخصيات سياسية وديبلوماسية وفنية شاركت أيضا في هذا الحرك العمل الإنساني الذي تقوم به هذه الحملة مميز يفتح مجال كبير للناس للتبرع نحن كسفارة دولة الإمارات طبعا متواجدين دائما في أي عمل إنساني ونستغل هذه الفرص ونترجمها على أرض الواقع عبر شاشة المستقبل نقول لكل حدا بيقدر يسيعر بيقدر يقدم شيء حتى لو كان هذا الشيء قليل بغض النظر عن حجمه بغض النظر عن كميته عن إيمته المهم هي الفكرة المبادرات في لبنان طول عمرها كانت هي تساعد البلد واليوم بالوضع اللي ما رأينا فيه الاجتماعي والاقتصادي هالمبادرات هي اللي بتكبر القلب حلو يكون فيه لفتة حب ومحبة وعطاء لناس ممكن يكونوا عايزين كبر قلب الواحد لما يشوف اللبنانية قديش هي نفسيوتهم حلوة قديش بيحبوا بعض قديش بيحبوا يساعدوا العالم وبيروت هو ملتقى هالناس الحلوين والطيبين جاي مع طلاب جمعة سيئة الويزين نوتردام يونيفورسيتي هاو دي الطلاب يلي كل سنة عم يجو شركوا بيدفا كامبين طيعتوا رسالة شباب وصبايا بيكبروا الأرب كتير حلو بتحسي هيك في العالم كله متلحمة مع بعض تحسي فيه سعادة فيه فرح بوجوه العالم مساعدة الغير كان هاجسا أيضا لدى الأطفال الأشياء اللي أنا ما بعوزها وبطل بدي إياها بعطيها المحتاجين نحن بيستفيدوا مننا أعطينا تيب لا يقدروا يعيشوا بلا ساقة وبلشوا جاي يجيب غراض للعالم إلى العائلات الأكثر فقرا في لبنان ستصل هذه التبرعات وإلى كل المناطق بعد فرزها وتوضيبها بالتعاون مع بانك بي أم أل تحت شعار من خيرك ساعد غيرك للسنة الثالثة على التوالي تخطط حملة دفا كل التوقعات في حراك للخير جمع كل اللبنانيين في ساحة واحدة من ساحة الشهداء ناهد يوسف تلفزيون مستقبل